موسيقى السلام عليكم أعزائي تلاميذ المستوى السادس ابتدائي مرحبا بكم في حصة جديدة إذن درسنا اليوم هو الموشور القائم والأسطوانة القائمة الحجم سنتعرف في هذا الدرس على قواعد حساب كل من الموشور القائم والأسطوانة القائمة إذن أول شيء ما هو الموشور القائم نعم الموشور القائم هو مجسم يتكون من وجهين متوازيين قابلين للتطابق من وجهين متوازيين قابلين للتطابق هما قاعدة الموشور القائم هما قاعدة الموشور القائم وقاعدته إما أن تكون وقاعدته إن أن تكون على شكل مثلت أو مربح أو معين أو شبه منحرف أو متوازل أضلاع أو مضلح خماسي الآن ننتقل إلى النشاط الأول النشاط الأول إذن نلاحظ في هذا المجسم هو عبارة على موشور قائم قاعدته متوازل أضلاع عبارة عن موشور قائم قاعدته متوازل أضلاع قاعدته متوازل أضلاع إذن هل مساحة متوازل أضلاع تشغل حيزا من الفضاء مساحة متوازل أضلاع لا تشغل حيزا من الفضاء بل مساحة هذا المجسم تشغل حيزا من الفضاء ننتقل إلى المثال الأول إذن لدينا مشهور قائم قاعدته متوازل أضلاع حيث قياس طوله أي قياس قاعدته تساوي 5 سنتيمتر وارتفاع قاعدته أي ارتفاع قاعدته تساوي 4 سنتيمتر وارتفاع المجسم بأكمله تساوي 3 سنتيمتر إذن ننتقل إلى القاعدة أو نطبق القاعدة إذن أحسب حجمه الحجم قلنا بصفة عامة هي مساحة القاعدة في الارتفاع إذن القاعدة على شكل متوازل أضلاع فسوف نحسب مساحة متوازل أضلاع أي القاعدة في الارتفاع في ارتفاع المجسم إذن قاعدته تساوي 5 وارتفاعه يساوي 4 وارتفاع المجسم يساوي 3 إذن 5 في 4 في 3 تساوي 60 سنتيمتر إذن مساحته أو حجمه هو 60 سنتيمتر مكعب لا ننسى وحدات قياس الحجوم دائما تكون بالمكعب إذن الآن ننتقل إلى النشاط الثاني نشاط الثاني نلاحظ المجسم عبارة عن أسطوانة قائمة قاعدتها على شكل قرص قاعدتها دائما على شكل قرص إذن سوف نحسب مساحة القرص إذن مساحة القرص هي ماذا؟ هي الشعاع في الشعاع في البي أو بكتابة أخرى أغوس إثنان في البي ودائما P تساوي 3.14 إذن قلنا الآن مسائزا من الفضاء وتصبح ارتفاعا له أي تصبح ارتفاعا لهذا المجسم إذن ما هي مساحة هذا الموشور القائم؟ بما أن هذا الموشور قائم قاعدته على شكل متوازي الأضلاع فمساحة متوازي الأضلاع هي القاعدة في الارتفاع S تساوي القاعدة في الارتفاع إذن من هنا ممكن أن نستخلص حجم الموشور القائم بصفة عامة إذن حجم الموشور القائم هي مساحة القاعدة في الارتفاع V تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع أي V تساوي القاعدة في الارتفاع في ارتفاع المجسم القاعدة في الارتفاع في ارتفاع المجسم إذا كانت مثلا إذا كان لدينا موشور قائم قاعدته على شكل شبه منحرف فسوف نطبق مساحة قاعدة شبه منحرف في ارتفاع إذا كانت قاعدة موشور قائم على شكل معين فسوف نطبق مساحة المعين في ارتفاع المجسم إذا كانت مثلا موشور قائم قاعدته على شكل مثلث فسوف نحسب مساحة المثلث في ارتفاع المجسم إذا من هنا ننتقل إلى المثال الأول إذا لدينا موشور قائم قاعدته متوازل أضلاع حيث قياس طوله أي قياس قاعدته تساوي 5 سنتيمتر وارتفاع قاعدته أي ارتفاع قاعدته تساوي 4 سنتيمتر وارتفاع المجسم بأكمله تساوي 3 سنتيمتر إذن ننتقل إلى القاعدة إذن مساحته أو حجمه هو 60 سنتيمتر مكعب لا ننسى وحدات قياس الحجوم دائما تكون بالمكعب إذن الآن ننتقل إلى النشاط الثاني نشاط الثاني نلاحظ المجسم عبارة عن أسطوانة قائمة قاعدتها على شكل قرص قاعدتها دائما على شكل قرص إذن سوف نحسب مساحة القرص إذن مساحة القرص هي ماذا؟ هي الشعاع في الشعاع في P أو بكتابة أخرى أغس 2 في P ودائما P تساوي 3.14 إذن قلنا الآن مساحة القرص هي ماذا؟ هي الشعاع في الشعاع في P أو أغس 2 في P ممكن أن نكسبها كتابتين الكتابة الأولى أو الكتابة الثانية فهما صحيحتين قلنا دائما P تساوي 3.14 أي لا يتغير دائما P تقريبا تساوي 3.14 إذن قلنا لدينا قاعدتين ولدينا ارتفاع الآن ننتقل إلى المثال إذن المثال قلنا الثاني أحسب حجم الأسطوانة علما أن قطرة قاعدتها يساوي 4 سنتيمتر وارتفاعها يساوي 5 سنتيمتر إذن القطر ديال القاعدة ديالها هنا 5 سنتيمتر 4 سنتيمتر وارتفاعها 5 سنتيمتر إذن المثال قلنا الثاني أحسب حجم الأسطوانة علما أن قطرة قاعدتها يساوي 4 سنتيمتر وارتفاعها يساوي 5 سنتيمتر إذن القطر ديال القاعدة ديالها هنا 5 سنتيمتر 4 سنتيمتر وارتفاعها 5 سنتيمتر إذن قطرها 4 سنتيمتر وارتفاعها 5 سنتيمتر إذن كيف نحسب حجم الأسطوانة إذن حجم الأسطوانة هو V تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع هذه علاقة العامة إذن هي SB في الارتفاع أي مساحة القاعدة في الارتفاع بما أن القاعدة على شكل قرص فمساحته هي الشعاع في الشعاع في بي في ارتفاع المجسم الشعاع في الشعاع في بي في ارتفاع المجسم إذن لدينا هنا حسب المعطيات لدينا قطر قاعدتها إذن لا نتوفر على الشعاع لكن هناك كيفية درسناها للحصول على شعاع القرص إذن الشعاع كما نعلم هو نصف القطر الشعاع يساوي دي قسمة 2 ديامتر قسمة 2 إذن أغ تساوي ماذا؟ القطر يساوي 4 سنتيمتر قسمة 2 إذن 4 قسمة 2 تساوي 2 إذن الآن حصلنا على الشعاع الشعاع هو 2 سنتيمتر إذن الحجم هو ماذا؟ هو الشعاع في الشعاع في 3.14 في 5 إذن الشعاع في الشعاع إذن لدينا هنا حسب المعطيات لدينا قطر قاعدتها إذن لا نتوفر على الشعاع لكن هناك كيفية درسناها للحصول على شعاع القرص إذن الشعاع كما نعلم هو نصف القطر أي الشعاع يساوي دي قسمة 2 ديامتر قسمة 2 إذن أغ تساوي ماذا؟ القطر يساوي 4 سنتيمتر قسمة 2 إذن 4 قسمة 2 تساوي 2 إذن الآن حصلنا على الشعاع الشعاع هو 2 سنتيمتر إذن الحجم هو ماذا؟ هو الشعاع في الشعاع في 3.14 في 5 إذن الشعاع في الشعاع في 3.14 في 5 يساوي 62.8 سنتيمتر مكعب إذن هذا هو حجم الأسطوانة هو 62.8 سنتيمتر مكعب لا ننسى حجم أو وحدة قياس الحجوم دائما تكون بالمكعب إذن قبل أن ننهي حصة اليوم سوف تنجزون في المنزل تمرينين 2 و 3 صفحة 111 أنشطة الاستثمار والتقويم تمرينين 2 و 3 صفحة 111 أنشطة الاستثمار والتقويم إذن في حصة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء